السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم في هذا الفيديو إن شاء الله عن معاد أهم رش فطري في عمر أنقود العنب خصوصا هذا الموسم 2023 نظرا لارتفاع الرطوبة مع درجات الحرارة المتقلبة وهذه الرشة هي رشة مبيد فطري جهازي لأعفان الثمار والسؤال متى يتم رش هذا المبيد الفطري الإجابة يتم رش هذا المبيد الفطري الجهازي في المزارع المبكرة عند قطر حبات 14 ملي تقريبا ويكون هذا القطر هو السائد في الأرض ويمكن استخدام مبيد مثل السويتش بمعدل 50 جرام لكل 100 لتر والسؤال لماذا يتم استخدام مبيد السويتش بالتحديد رغم وجود بدائل كثيرة في السوق من مميزات مبيد سويتش إنه يحتوي على مادتين فعالتين الأولى هي مادة السيبرودانيل وهي تعمل على الحماية الخارجية والتي تمنع نمو وإنبات جراسيم الفطر وكذلك وقف نمو وإنبوب وإنبات الجراسيم أما المادة الثانية هي ديت فلودوكسانيل وهي تحدث حماية داخلية وتمنع اختراق أنبوب ووقف امتداد مايسيليم الفطر ومن ميزات مبيد السويتش أيضا أنه ذو تأثير فعال وأكيد على الكثير من الفطريات الخاصة بأعفان الثمار ويعمل بالملمسة وذو تأثير جهازي يضمن حماية الثمار داخليا وخارجيا مما يؤدي إلى التأثير الوقائي والعلاجي وبكذا نكون بهذه الرشة تم عمل وقاية جيدة للحماية من أعفان الثمار موسم موفق إن شاء الله تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة